السلام عليكم تابعي على قناة ايزي ايرن عاملين اي ربكم بخير زي ما انت قريته في حينوان الفيديو خسارة 50 دولار في موقع تقاسم الارباح اسبوت فيرتز موقع تقاسم الارباح فدي الصراحة كانت التجربة الاولالية مع موقع اسبوت فيرتز ده لاني شفت موقع هيت كاش الصراحة حقق يعني حاجات كويسة وموقع طول بعد فترة كبيرة دفع في ناس كثيرا مات ارباح فانا يعني كان بالنسبة لي تقاسم الارباح دوا ما كنتش بركز فيها خالص فقلت انا ابتدي بقى انجرب موقع اسبوت فيرتز وكيد في الفيديو قلت يا جدعان اللي هيوضع في الموقع دوا يكون بيوضع مبلغ عارف انه ممكن يخساره فانبلاش توضع براس ملك كله ما تخشش براس ملك حتى فيديوهات المبتددين لانا كنت بقول عليها فيعني انت هتجمع واحد دولار وتخش بواحد دولار مش مبلغ فهنا الموقع لو رحنا له كده لان اخر دفع كان يوم عشرة احنا النهار دو يوم 14 الموقع جاي يوم 12 كده قال لك ان الدفعات بقى كل 3 ايام طب 3 ايام انت مفروض تعلم من يوم عشرة فانا اقول تجرب اصحب سحبت يوم 12 حوالي 9 دولار بس الصحب ما وصلش ما جابليش ان هو اتدفع كل ده لصحب بندنج شوية لقيت ان الموقع جنبارح بتيجي تخش على الوج ان هتلاقيه بيقولك ان هو طبعا هم ولا هيرجعوا ولا يفتحوا خلاص كده كل سنة طيب لما استثمارات ادي كده وقفلوا الموقع فعشان كده يعني انا بقول بلاش توضع راس ملك في مواقع زي دي مش راس المال كله عايز تشتغل تشتغل بحد ادنى ضعيف وتحاول تسحب باسرع وقت على الاقل الراس ملك بعد كده بقى بالارباح تشتغل بيها وتماما انا في الموقع دوان كان معي 100 الف بابس 100 الف دول بحوالي 40 دولار وكان معي حوالي 9 دولار يعني كان حوالي داخل في 50 دولار في الموقع دوان وصرتهم بسبب ان هو قفل فانا بعد كده ان شاء الله الموقع اللي جاية تكون موقع يعني محترمة وكلها ربح مجاني واستراتيجيات حتى لو موقع استثمار بس ليه استراتيجية تكسب منه مجانا فانا قلت بعد كده اي موقع انت شايف استثمار او شايف ان تقاسم ارباح وكده ودع مبلغ انت يعني حطت في دماغك ان انت ممكن تخسره وبلاش توضع احنا شوفنا في فيديوهاي كتير وي هيعد سنة سنة ايه يا جدعين سنة ايه مفيش موقع بيعد كده يعني مفيش موقع هيديك ارباح مثلا انا كنت بوضع خمسين دولار كان بالمفروض دي انا حسب الربح كانت لعلي كل شهر احاية تمنتاشر دولار ربح فموقع يعني مين اللي هيديك تمنتاشر دولار ربح مجرد خمس زائف اليوم مش عشان في فيديوهاي كتير نزلك كمان اجمع مية وستة دولار ده مية وستة دولار ده حضرتك في المستوى ال 12 ومستوى ال 13 انت بتتكلم في ايه ماشي ففي المواقع دي بلاش تودع مبالغ كبيرة انت مش تتحمل خسرته وتقدر تشتغل يعني بكتيرك اوي في مواقع زي دي 3 اربعة دولار وتحاول تسحب اسرع وقت بلاش يعني الطمع ان يخليك تحط مبلغ اكتر وتسحب اكتر طبعا كله قالك اشتغل مجاني فاللي بيقولك اشتغل مجاني عن موقع تقسم ارباح فده مخمهيس يعني بتعايز 8 ايام عشان تبتدي يتجمع 1600 بابس على حسب موقع عزبوت فرتس يعني وكان كلامه ونفس الفكرة هيت كاش بعد 8 ايام بشغلة مجاني بتكسب 14 سنت بعد كده بتنزل عشان هما بيخصموا 300 نقطة في المستوى الاولاني بتنزل بعد كده جروب سفر تاني تقعد ثلاث يام بتطلع مستوى تقعد 14 سنت تاني يعني بحزبة وسيطة كنت ممكن تقعد يومين او ثلاث يام عشان 14 سنت فمعاك كم شهر عشان تسحوا موقع افل موقع فتح شهر اربعة او خمسة واحنا النهاردة هو افل موقع ماكملش ثلاث شهور فانهاته اللي اشتغل عليه مجاني وطلعين امه ما جمعش في حاجة بس ده كان فيديو النهاردة ان شاء الله الموقع اللي جاي كلها احسن من دي وما فيش موقع نظم او موقع زي دي تاني هتنزل على القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته